نظمت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ورشة عمل متخصص حول التوجهات العالمية لنمو الحكومة الإلكترونية والموجهة للجهات الحكومية نعم جاء ذلك بمشاركة كل من السيد فينتشينزو أكوارو مدير دائرة الحكومة الرقمية في الأمم المتحدة والمسؤول المعني بتقرير الأمم المتحدة للحوكمة أو للحكومة الإلكترونية وسيدة أنجليكا زوندل مستشار متخصص في الحكومة الرقمية واللمركزية في القطاع العام وتهدف هذه الورشة إلى تعزيز المعرفة والقدرات لدى المشاركين من الجهات الحكومية حول المعايير والتوجهات العالمية في تطوير الخدمات الرقمية والمواقع الإلكترونية الحكومية مما يمكنهم من تبني استراتيجيات فعالة لتحسين الأداء الحكومي الرقمي ويعزز من استمرارية تقدم وصدارة مملكة البحرين ضمن تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية للعام 2006 اليوم نطلق برنامج التوأم الرقمية في السابق كنا نستهدف عدد كبير من الدول في ورشة مكثفة لمدة أسبوع تأخذ كل ما تواصلت للمملكة البحرين من تجارب تستفيد منها وتحاول نهي تنقلها إلى دولها أو أحيانا كانت زيارات ثنائية التوأم الرقمية تأخذ الموضوع إلى بعد أكبر عدد أقل من الدول لكن في تركيز عندنا ورشة أمت كان عندنا ورشة مفصلة اليوم عندنا ورشة ثانية معلومة متحدة نعطيهم من خبراتنا وبعدين نصر في عدد من الورشة الافتراضية ويمكن تنتهي في النهاية بزيارة إلى الدولة إذا احتاجت فبالتالي الدول ممكن أنها تستفيد استفادة حقيقية مبس من ناحية النظرية لكن من ناحية تطبيقها على أرض الواقع وجود طبعا مختلف الجهات الحكومية مهم لأنها شريكة معنا في التقرير أكثر من خمسين جهة ساهمت في هذا الإنجاز نحاول نعمل مع بعض على تطوير مستوى ملكة البحرين ما نوقف عن مكاننا نحاول نحن نتطور مع بعض ونستفيد من الخبرات من الأمم المتحدة وبقية الخبرات وبعد ذلك الوزارات تساعد أيضا الدول العالم التي تستفيد من التجارب من الأمم المتحدة رحلنا تنقل خبراتها إلى هذه الدول